ناس كتيرة جدا تسألني أفضل صيغة نصلي بها على سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وفي التعليقات تلاقي ناس كتيرة أو باعتها عايزين صيغة حلوة نصلي بها على سيدنا الحبيب يعني يقول صيغة فيها صلاة كاملة وسلام كامل على سيدنا ومولانا رسول الله فما بالك بقى لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الليل لنا الصيغة دي إيه هي الصيغة دي بعد ما تصلي على الحبيب ولله ضر من قال وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد يصلي الله رب العرش عشر على عبد يصلي على محمد وفي مئة يصلي الله ألف فعجل بالصلاة على محمد لا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد بها يسر وتفريج لكرب بها نور مستمد من محمد وأفضلها إذا ما كنت يوما بروضته تصلي على محمد تصلي باشتياق في مقام عظيم الشأن يسمعها محمد ولاح النور تبصره مضيئا وفاح المسك وإطرا من محمد وتلك مزية حصلت لقوم صلوا باشتياق على محمد السلام عليكم ناس كتيرة جدا تسألني أفضل صيغة نصلي بها على سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وفي التعليقات تلاقي ناس كتيرة أو باعتها عايزين صيغة حلوة نصلي بها على سيدنا الحبيب عايز أقول لك في البداية أن كل الصيغة التي تصلي بها على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صيغة طيبة صيغة جميلة مع كثرتها ومع تشابهية كلها طيبة كلها جميلة مدام فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم لكن النهاردة أنا جايب لك صيغة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال اللي عايز يكتال له بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت يقول الصيغة دي يعني يكتال له بالمكيال الأوفى يعني ياخد الأجر العظيم والثواب الجزيل يعني يقول صيغة فيها صلاة كاملة وسلام كامل على سيدنا ومولانا رسول الله فما بالك بقى لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لنا الصيغة دي إيه هي الصيغة دي بعد ما تصلى على الحبيب الصيغة دي سيد الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من صره أن يكتال أو يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صلي أو اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شفت الصيغة جميلة إزاي سيدنا الحبيب اللي بيقول لنا طب اسمع الحسن البصري رضوان الله عليه وأرضاه بيقول من أراد أن يشرب بالكأس الأوفى من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فليقل طبعا الإمام الحسن البصري ربيب أم سلمة زوجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متربب بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناهل من علم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم من خلال زوج النبي أم سلمة فسيدنا الإمام الحسن البصري رضوان الله عليه وأرضاه جايب لنا صيغة بيقول اللي عايز يشرب من حوض المصطفى بالكأس الأوفى يعني يشرب لحد ما يشبع يعني يشرب لحد ما يرتوي ومعلوم أن الإنسان لما يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شرب لا يضمأ بعدها أبدا حتى يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم فسيدنا الإمام الحسن البصري بيقول من أراد أن يشرب بالكأس الأوفى من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فليقول اللهم صلي على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين دي صيغة سيدنا الإمام الحسن البصري اللي بيقول اللي عايز يشرب من حوض سيدنا الحبيب يقولها نقولها تاني حاضر نقولها تاني اللهم صلي على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين أرجع وقول لك قبل الختام صيغة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إن للنبي الهنى من صره أن يكتال أو يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صلي وفي رواية اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عندك صغطين صغطين صغط الحبيب وصغط الحسن البصري رضوان الله عليه وأرضاه كلاهما فيه خير كلاهما فيه بركة كلاهما فيه بسط للرزق كلاهما فيه تفريج للهموم كلاهما فيه صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لو حبيت تقول الصيغة بتاعت الحسن البصري هتقولها مرة واحدة وإن استكثرت فهو خير وإن أردت أن تقول الصيغة التي علمنا إياها سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فتقولها ثلاث مرات وربعض وإن استكثرت فهو خير اجعل لسانك دائما رطا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شيء في الدنيا أطيب من أن تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولا شيء عند الممات ينفع من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولا شيء في القبر أشفع من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا شيء يوم القيامة أسطر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولا شيء للجنة أفتح من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولا شيء من النار أحجب من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا طب فؤادي يا رسول الله ولله ضر من قال وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد يصلي الله رب العرش عشرة على عبد يصلي على محمد وفي مئة يصل الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد لا تترك رسول الله يوم فما أحلى الصلاة على محمد بها يسر وتفريج لكرب بها نور مستمد من محمد وأفضلها إذا ما قنت يوما بروضته تصلي على محمد تصلي باشتياق في مقام عظيم الشأن يسمعها محمد ولاح النور تبصره مضيئا وفاح المسكو إطرا من محمد وتلك مزية حصلت لقوم صلوا باشتياق على محمد اللهم صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا سيدي يا رسول الله يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين